نادي النصر السعودي لكرة القدم أو القاري كما يحب مشجعه أن يطلق عليه بخريطة الجزيرة العربية وألوانه الصفراء كريمان الجزيرة العربية والزرقاء كلون بحر العرب والخليج العربي والأحمر المحيطة بشبه الجزيرة العربية رفع النصر رايته كأول نادي آسيوي يلعب مباريات رسمية في أربع قارات مختلفة وهي آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا ثم فاز نادي ناصر الذي تأسس عام 1955 بلقب كأس سوبر الآسيوية في عام 1998 القاري تمكن من حصد جائزة اللعب النظيف في تلك البطولة أما توأمه المنافس هو نادي الهلال لهذا أطلق السعوديون على مباريات الناديين اسم ديربري عضة بداية القاري كانت شاقة لكن من قال إن البدايات سهلة ولبدايات القاري حكاية جاء تأسيس النادي على يد حسين الجبعاء وزيد الجبعاء حينها كان الفريق يتدرب على ملعب قديم في غزالة الشرطة غرب حديقة الفتاح هناك ملعب كرة قدم صغير وغرفة صغيرة لتخزين الكرات والقمصان وبالإضافة إلى آل الجعبة وإخوانه كان علي وعيسى العويس من أوائل العاملين في النادي بعد ثلاثة أعوام من تسجيله عام 1960 رسميا في الرئاسة العامة لرعاية الشباب انتقل القاري من الدرجة الثانية حيث بدأ إلى الدرجة الأولى عام 1963 حينها أصبح الأمير عبد الرحمن بن سعود رئيسا للنصر كان الانتقال قصة تحكى بعد أن فاز على شباب مكة بهدف سجله اللاعب ميرزا أمان خلال السبعينيات والثمانينيات قاد الفريق الثلاثي الذهبي السعودي ماجد عبد الله وفهد الهريفي ومحيسن الجمعان حينها فاز القاري بستة بطولات دوري وستة كؤوس ملك وثلاثة كؤوس ولي العهد وثلاثة كؤوس للاتحاد في الملعب السعوديون لا يمزحون والقاري أكثر جدية لكن هذا لا يعني أن النادي لم يتعرض لتحدي جدي بعد اعتزال الثلاثي الذهبي مر النصر بهزات تعرض النادي عام 2006-2007 لخطر الهبوط في اليوم الأخير من الموسم ما دفع أعضاء الشرف في النادي لوضع خطة فعالة لإنقاذ النادي لكنه عاد وعاد بقوة منذ 2008 وحتى اليوم بدأ النادي يحفر جذوره في الملعب السعودية مؤخرا بدأ النادي ينتقل من المساحات المحلية والإقليمية والقارية إلى العالمية وضع القاري نصب عينيه على العالمية كانت الأولى عندما خطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول خطواته في ملعب النادي حتى عام 2025 وفق العقد الذي وقعه معه الجمهور العربي الذي كان يسمع عن نجوم الكرة من بعيد صار يراهم في ملعبه ولهذه الخطوة ترجمانها رابطة الدوري السعودي تلقت المزيد من الطلبات لبث الدوري السعودي لم يعد الدوري السعودي محليا أو إقليميا 125 دولة تريد بث الدوري السعودي بعد أن تعاقد النادي القاري مع رونالدو وليس رونالدو وحسب ها هو يكشف عن حصوله على توقيع صانع ألعاب نادي ريال مدريد الدولي الكرواتي لوكا مودريتش وأن مودريتش وقع للنصر فعلا وأن الصفقة ستعلن في القريب العاجل وليس هذا وحسب أيضا النادي يطمح فيما يبدو إلى جذب نجوم الكرة العالمية إلى شبه الجزيرة العربية ترجمة نانسي قنقر